تكاد يكون الموسم الحالي من المواسم التاريخية في طبعا تفوق النادي الاهلي على غريمه ومنافسه التقليدي الزمالك وقلت لك ان في الدوري بس الاهلي تفوق سبعة واحد لا ولو ضفت السوبر كمان يبقى الاهلي سجل في الزمالك تسع تجوال يبقى تسع اهداف مقابل هدف واحد الزمالك سجله في التلاث مباراة وبالتالي النادي الاهلي زي ما قلتلك وزي ما احيانا كمان بننتقد ادارة النادي الاهلي في بعض القرارات لكن مجمل هذا الموسم هو موسم كبير جدا لمجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب وايضا لان في النهاية محمود الخطيب هو اللي اختار كولر المدير الفني للنادي الاهلي وادر بعد كده ان هو يختار صفقات وصفعات بالنسبة للنادي الاهلي تمكن من علاج الاخطاء اللي كان بيواجهها خلال الموسم او الموسمين اللي فاتوا فادر ان هو ياخد بطولة افريقيا ادر ان هو هياخد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق ليش دعوا بقى باي امور تانية ليش دعوا حد يطلع يقولك دايما الفاشل هو اللي بيرمي شماعة فاشله على غيره وبيحاول يوهم الرأي العام ويحاول اول لما يفشل يقولك لا ده السبب ده بيحربوني لا ده بيتطهدوني لا ده لا يا باشا انت لما كان عندك بكلمك عنان زمالة لما كان عندك لعبة بجد ولما كان عندك صفقات بجد كنت بتقدر تكسب اي حد لكن ان يتحول بطل لمدك موسمين متتاليين الى فريق مهلهل بمعنى الكلمة وايضا ما حدش بقى ييجي يقول لي انت كسبت المولين ستة وكسبت وقدرت ترجع قدام فيوتشر بعد الخسارة انبارح انا كنت بقولك وكنت بسأل الكابتن احمد حسام ميدو ان هل هيتكرر اللي حصل في المباراتين اللي فاتوا او في المباريات اللي فاتت ولا لما هتقابل بقى فريق بجد وفريق بطل وفريق بيسعى للمطولة وفريق متفوق عليك في كل شيء او على الاقل بينافسك في الشعبية لكن هو متفوق عليك السنة دي هتقدر بلعبتك وبطريقة اللعب يحصل اللي حصل مع فيوتشر كانت النتيجة زي ما قلتلك ان النادي الاهلي بقى قل مجبود تمكن من الفوز بسلاسية في الشوط الاول ولو احسن لاعبي استغلال الفرص التي سنحت لهم في الشوط الاول لخرج المباراة بما لا يقل عن ست سبع اهداف لصالح النادي له في المقابل في الشوط التاني اه تحسن اداء نادي الزمالك نسبيا بعد طبعا التجارات اللي اجراها سوريو لكن في النهاية هي قدرات لعبين فيه غياب للقدرات الهجومية طفا خلاص النادي الاهلي كان سيطر على المباراة وادر بسهولة جدا يضيف الهدف الرابع عن طريق محمد شريف استحق النادي الاهلي الفوز بجدارة واستحقاق في الموسم الحالي استحق الفوز ببطولة الدوري استحق الفوز ايضا على نادي الزمالك في تلات مباراة تلات مواجهات تاريخية زي ما بقولك النهاردة الموسم الحالي هو موسم تاريخي للنادي الاهلي لما تيجي تحسب التلات مواجهات الاهلي والزمالك تسعة مقابل واحد هي دي المعادلة وهو دو ما يجب ان يتم شرحه للناس وللرأي العام في مقابل او في تحليل اداء الفريقين بنهاية الموسم الحالي الاهلي والزمال في النهاية بتقعد تسكت وبتنتظر وبتجيب اخبار وبنحاول ان احنا نشرح لك ونرسل لك كل الواقع والحقيقة لكن النهاردة هو اعلان النتيجة اعلان النتيجة مش بمجرد كمان فوز النادي الاهلي ببطولة الدوري لكن فيما يخص المنافسة ما بين القطبين هو النهاردة اعلان النتيجة بمعنى انت قدراتك طول الموسم وقراراتك طول الموسم وصفقاتك كانت عاملة ازاي النتيجة زي ما قلت لك في ثلاث مواجهات الاهلي بيتفوق بتسعة مقابل واحد نتقرب